نجمنا النهاردة في السادسة وضفنا كابتن أمير عبد الحميد طبعا واحد من نجوم النادي الأهلي وأنا عارف طبعا يعني احنا لسه يأخذين سوبر في سوبر والناس لسه ملحيتش فرحتهم تبرد شوية والناس النهاردة بتتكلم في الأهلي والترجي هنتكلم بالتأكيد على دوري الأبطال وعلى الأهلي في الترجي ولكن دعونا نرحب كابتن أمير عبد الحميد والنهاردة أمير نيولوك يعني يوك أول مرة أشوفه نتعودين دائما الشعر الطويل وأمير مساء الخير وأهلا بك مع نفسك دي خبيب ومحمد ربنا خليك وشكرا طبعا الكلام الحلو والتقديمة ومبروك لنا ديال على كل نفسك ولا حاجة أنا كنت في عمرة آه كنت في عمرة ربنا نتقبل دعوتنا دعوتين حلوين أكيد 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 الله وربنا استجاب الحقيقة يعني الأهلي الإسبوع ده والله في دخلتك دي الأول حلقة كان عندي كاسع الإيمين هنا كده وكاسع الشمال هنا ده سوبر وده سوبر ده سوبر فوتبول وده سوبر هندبول مبروك طبعا السوبر الأولاني الأهلي حققه طبعا في أبو ظبي في بداية الإسبوع هاخد رأيك في المباراة ومبارح طبعا الفرحة الكبيرة سوبر أفريقيا أهلي وزمالك الأهلي بيفوز بسوبر جديد فلازم أبارك لك على البطلتين حبيبي الله يبرك فيك وطبعا مبروك مبروك لكل جمهور النادي الأهلي واللعيبة وأي حد ينتمي لنادي الأهلي سواء هندبول كورة دي الفرحة تبقى أهلوية كل أهلوية يعني حتى جمهور الكورة مبرح فرحان بالسوبر كأنها بطولة كورة بالزبط على فكرة أنا حتى مطلعات الهندبول أنا كنت رايح مطلعات الهندبول سيدات بالطايرة وفولي برد نفس القصة بس طبعا حصل الظروف ما روحتش أنا أي حد بيلبس تشارة النادي الأهلي وراه على طول وفي نفس الوقت نحن نتعودان عليه يا أحمد من زمان ونحن صغيرين ندي الأهلي دايما سوبر ودايما بيلعب على التتويج عشان كده البطولات بالنسبة له تبقى عادي بيسعى ليها بيخلص ليها قابليها وبيستعد كويس عشان هو في الأخير مش هدفه ماتش أو سيمي فاينال أو دور تمانية هو هيهم التتويج ويهم اللعبة كلها بتلعب على الهدف اللي هو البطولة زي ما أترك في كل البطولات حتى في الناشئين اتعودنا خلاص على ده ودي حاجة كويسة جدا وفي نفس الوقت تسأل عليها بقى أي حد جاي من بره يخش النادي الأهلي أو أي حد جوه النادي الأهلي في المنظومة يخرج يلعب بره فيه فرق شاسع فرق كبير جدا أنا كانت بتلعب في النادي الأهلي بتاخد بطولة كل بطولة أكيد بتبقى غالية لو سألت مروان عطية سألت كل حتى الولاد الصغيرين المتصعادين سألت أي حد دخل جوه النادي الأهلي وخذ بطولة عطيك بتبقى غالية بالنسبة لي مروان وخالد كل الناس وخالد وخندوسي لا أنا بكامعة لعبة الأحدث يعني بكامعة وكريستو كل الناس تلات أربع شهور دول تلات أربع شهور في الأهلي بالضبط نعرضه واخدين بطولتين كاس مصر واخدين بطولة كاس سوبر خليني أروح معاك للأهلي والتراجي بس قبل ما أفتح الملف عشان ده ملفه مهم جدا وعندنا فيه حاجات كتير جديدة نعرضه إن شاء الله كابتن سيد عبدالحفيز موديل الكورة وكابتن سامير عدلي موديل الجهاز الإداري حيسافروا لتونس عشان يحضروا بالبعثة اللي هتسافر بكرة إن شاء الله والأهلي بيرجع النهاردة للتمرين وهنسوف مع بعض أمير التمرينة للأهلي بس خليني أعرض لك وأعرض لمجاهدي السادسة إحصائية وأرقام مرتبطة بلعاب خط الوسط الأكثر مروغة على مستوى العالم وأنا قلت لكم ويمكن عرضناها في بداية الحلقة وقلت لكم هرجع لها مرة تانية بس حبيت أرجع لها أنا وأمير لأنها فيها أكتر من نقطة مهمة وتخصنا إحنا كجمهير كرة مصرية خلينا نشوف الإنفو جراف ونرجع نعلق عليه طبعا بيدري وجود بيلينجهام يعني وغيرهم من الأسماء العيبة كبيرة جدا لكن اللي كان ملفت بالنسبة لنا جدا هو وجود محمد ريدا بوب ولعب فيوتشر نجم الكرة المصرية طبعا في القايمة والقايمة دي بالمناسبة أو الأرقام والإحصائيات دي مش إحنا المسؤولين عنها طبعا المرصد التابع للفيفا هو الاختار الأسماء دي بناء على أرقام وأحصائيات مشاركتهم ما عندهم طبعا في فوارق لازم نحطها في الاعتبار في مستوى المنافسة أكيد جود بيلينجهام أو بيدري وهو بيلعب في برشتونا في الدولة الأسباني جود بيلينجهام وهو بيلعب في الدولة الألمانية مع بروسيا دورتموند غير بوبو لما يلعب في الدولة المصري لكن في النهاية وجود بوبو في القايمة دي بيقول وبيأكد على أنه لعب مميز وعنده إمكانيات عالية أوي أمير حنا بقى مش نتكلم على اللعبة العالمية يا أحمد نتكلم على بوبو بوبو من اللعبة الكويسة جدا واللعبة الممتازة وكان فيه كلام كتير جدا على عندها ومصر أكيد كانت كلمت عليه ولكن يعني التحاد الأفريقية أو المسؤولين يعني المسؤولين عالميا وفي فيفا أن هم يطلعوا رضا بوبو وأنه من اللعبة الممتازة في نص الملعب أعتقد دي حاجة كويسة جدا للعب نفسه وللمصر عماته ونادي فيوتشر فأعتقد أنه هو أكيد لعب مميز وفي الكنفدرالية أكيد الناس كلهم تابعاه فيعني دي حاجة كويسة جدا تشرفنا وأعتقد أنه بعد الكلام ده ممكن يروح حتى كويسة نتمن طيب خلينا أبدأ معك ملف الأهلي والترجي بتمرينة النهار معنا زميلنا محمد توفيق في النادي الأهلي خلينا نتمن على تمرينة النادي الأهلي النهاردة بعد طبعا 48 ساعة كانت راحة بعد مواجهة في مباراة السوبر في أبو ظابي والعودة كان قرار ميستر كولر بأنه يكون فيه راحة 48 ساعة ومن بعدها تبدأ فترة أو مرحلة الاستعداد اللي بدأت النهاردة نروح لزميلنا محمد توفيق في النادي الأهلي نتمن منه على تمرينة الفريق النهاردة مساء خير محمد مساء الخير زميل عزيزي أحمد تحياتي ليك والدفع الكريم كابتن أعمال عبد الحميد طبعا حرس مرمى مصر والنادي الأهلي برحب بيكو بكل جمهورنا دي الأهلي في كل مكان محمد نتمن يمكن أول يوم للفريق في مرحلة استعداد لمواجهة الترجي في دوري الأبطال يوم الجمعة اللي جاي نتمن منك على شكل الفريق واستعداداته النهاردة بالطبع يا أحمد زي ما ذكرت يمكن الفريق يعني لسه رجع من الإمارات 48 ساعة أجازة أول تدريب النهاردة ثاني تدريب بكرة بعد كالصفر بكرة بإذن الله التونس برات دونس فهنية لأبطال أفريقيا كاعدة النادي الأهلي دايما وقدروا أنه كل يوم بلعب على أبطالة جديدة وإن شاء الله يوفق في كل بطاطب وخشها يمكن الفريق زي ما أنت قلت بعد راح على 48 ساعة التدريب الأول كان النهاردة كان العالة طبعا مستر كولر قبل التدريب كان فيه محاضرة للعبين في غرفة المحاضرات من بعدها النزول لأرض الملعب وكان يمكن زي ما شفته في اللقطات اللي معاكو تدريب بدني قوي جدا ومن بعد التدريبات بكرة وحالا دلوقتي وانا معاك على الهواء التأسيمة دلوقتي بتجري في أرض ملعب مختارة تيتشي هنا بالجزيرة في طبع الحالة بطمينك على عالة كبير جدا من اللاعبين الغائبين خلال الفترة الماضية عامر السلاية الحمد لله انتظم فيه التدريبات الجامعية النهاردة محمود توالي بطمينك بطمين كل جمهور نادي الأعلي بيجري تدريبات استشفائية في الجيم وبإذن الله بكرة هيكون موجود في التدريبات الجامعية طبعا حسب ما تكلمنا مع دكتور رحمة أبو عبدالر رئيس الجهاز الطبي للنادي ان الحمد لله الاستجابة والوعي بقوا أحسن بالنسبة كبيرة جدا ورد الفعل كمان وان شاء الله غدا هيكون مع بقى زملائه كمان ياسر إبراهيم موجود في التدريبات الجامعية محمد الضوك ريسو اللي كان غايب طبعا منذ فترة بإصابة في الكاح الحمد لله برضو موجود بالضرق بشكل طبيعي وطبعا عودة كمان رامي ربيع واحد من أعمالة الفريق اللي هسيخ خلال الفترة يفادت الحمد لله يشوفه اعتماما وموجود في التدريبات الجامعية يعني نقدر نقول انه قايمة الفريق يا توفيق بكرا ان شاء الله قايمة الفريق كاملة اعتقد انه الأسماء اللي انت قلتها واللي كانت موجودة او غايبة الفترة الأخيرة نتيجة يعني إصابات كلها موجودة وجهزة المشاركة مع الترجي كابتن أمير كمان عايز يسألك سؤال فيما يتعلق بعودة المصابين توفيق ازايك عامل ايه وطبعا برحب بيك وكون عايزين نتطمن على اللعيبة والترحالة التركيز وكمان عايزين نتطمن على محمود متولي يعني الصحياته عاملة ايه هل شارك ولا لأ تدرب بشكل طبيعي ولا لأ ممكن تطمننا بعد اذنك تحت ريك طبعا كابتن أمير منورنا ونور شاشة طنات النادي لأهلي حابة تطمنك وطمن كل جمهة النادي لأهلي محمود متولي كلمت عنه باستفادة مع دكتور رحمة عبدال رئيس الجهاز الطبي قال لي انه كان طبعا فيه كلام كتير يتقال بعد المباراة انه قعد في الامارات يومين او هيرجع معنا عطول بعد ما اتطم مبارا عطول فضلت استحابه العودة مع الفريق للقاهرة الحمد لله وكان في راحة تم المدة يومين زي باقي الفريق يمكن طبعا تعمله النهاردة قياسات وحاجات زي كده قال لي الحمد لله رد الفعل الوعي بقى كامل بنسبة 100% ولكن فضل النهاردة انه يخد بعض التدريبات بس الاستشفائية داخل الجنب الخاص هنا بالفريق داخل النادي الاهلي وان شاء الله بكرة في التدريب الصباحي هيكون موجود بإذن الله مع الفريق زي ما تقلق باقي المصابين كلهم الحمد لله كلهم موجودين في تدريبات الجامعية كمان حاجة كويسة جدا في التدريب النهاردة اكرم توفيق موجود داخل الملعب النهاردة بقى ادي تدريباته وبرنامجه التأهيل ممكن الدكتور احنا بعض لابده سألته عليه واستفسرت عن اكرم وعن كريم فؤاد كمان قال الحمد لله يعني اكرم ماشي بشكل اكثر من رؤى في البرنامج التأهيل بتاعه وشغل كمان سبق المعدلات بتاعته طبعا بسبب الروح العالية اللي عند اكرم ربنا يكرمه ان شاء الله ورجع في عربات وكمان كريم فؤاد بيؤدي برنامجه التأهيل والعلاج بشكل اكثر من رؤى وبإذن الله يعني يكونوا في القريب العاجل موجودين مع باقي افراد الفريق لطبعا لانهاء كل الترتيبات الفنية الادارية هناك سواء اماكن الاقامة اماكن التدريبات كل الحاجات دي كابتن سيد وكابتن سامير عدم يعوديننا دايما ان هما بزباق الفريق وبينهوها بشكل اكثر من رائع بإذن الله الفريق بكرة عنده احمد تدريب صباحي هنا برضو على ملعب مختلط تتش بالجزيرة ومن بعد ان شاء الله هيبقى التحرك لمطار القاهرة وان ان البعثة بإذن الله هتسافر فيه تمام الرابعة عصرا وان شاء الله يكون معها كل دعوات جمهور النادي اهلي بالتوفيق وان شاء الله يعني خطوة كبيرة واول خطوة واول شرط في تونس يكون من نصبنا وبنتيجة كويسة تساهل كتير جدا علينا مرش العودة بإذن الله يوم 19 وبإذن الله نكون فيه النهائي وبإذن الله اللقب 11 يكون قريب جدا من قلة شاء الله بإذن الله بشكرك شكرا جزيلا زمنا العزيز محمد طوفيق من داخل النادي الاهلي دي أخبار تمرين تنقى وعودة مرة تانية للأهلي استقناف تدريباته واستعداده لمواجهة الترجي إن شاء الله يوم الجمعة اللي جاية في تونس من مباراة الرجاء هبدأ معك أو مبارتين الرجاء في دور الأبطال 2-0 هنا في القاهرة ثم تعادل سلبي في دار البيضة ثم مباراة أبو ظبي سوبر المصري في مواجهة بيرامدز حاسس أنه فيه فارق ظهرت في المرحلة دي عن اللي كان بيتقدم في دور المجموعة أكيد طبعا لإن السبب الرئيسي طبعا في أنك أنت ما تقديش بشكل كويس أعتقد أن الظروف التيام وظروف النادي وظروف الفريق ووضعه في المجموعة ما كانش يليق بإلعابة النادي الآهلي ولا يليق بالنادي الآهلي إنك أنت النادي الآهلي دايما معروف إن الفرق التاني في أفريقيا لما بيلقوا النادي الآهلي مجموعة خلاص فيه رعب أو فيه يبقى مليون حساب في الناد الأهلي مش هدف المجموعة يعني كله بيدور يبقى رقم اثنين الناد الأهلي هيبقى أول حاجة أول مجموعة والهدف الأكبر اللي هو أحمد اللي هو أنك أنت تصعد للنهائي وتاخد البطولة طبعاً العيبة كانت مجهدة وكانت ماشية بشكل مش طبيعي فكان وضعنا مكانش كويس في المجموعة يعني هنقول أن احنا صعدنا زي ما اللعيبة حطت نفسها ده اللعيبة برضو كمان قدروا يوصلوا وصعدوا لأن هم يصعدوا للأدوار اللي بعد كده طبيعي أنك أنت تبقى مضغوط أكيد ما بتقديش بشكل كويس وكان فيه إجهاد كبير جدا دوري وبعدين تسافر وبعدين تلعب ماتش وتسافر تطلع من الملعب عن ماتش أكيد فيه إجهاد ولكن العيبة الناد الأهلي والجهاز الفني والجهاز الطبي عنده من الخبرات أنك أنت تعمل استشفى سريعة لأنه طبعا طبيعيا أنت في الناد الأهلي أنت ده عليك ضغوطات كبيرة جدا بتطلع من بطولة بطولة من ماتش الماتش فأكيد هيبقى فيه إجهاد لكن أنا بشكر الجهاز الطبي طبعا بصراحة ليه مجهود كبير جدا أنه هو وجهاز الفني أكيد أنه هو يقدر يوصل لعيبة أنه يبقى فيه ريكوفري على طول ويتابع اللعيبة ده بيفرق جدا لأنه أنت عندك السيزون طويل عندك بطولات كتيرة متعددة فبالتالي لازم يبقى لعيبة كلها فرش عشان ده يعني يكمله ده بالنسبة للجهاز الطيب إحنا كجمهور ممكن نسمع عن فكرة المتخصصين في الأحمال والجرعات التدريبية لكل لاعب وقدرات كل لاعب على التحمل أنتوا كلاعيبة كنتوا بتقروا ده أو كنتوا بتفهموا ده أو كنتوا بتعرفوا مدرب الأحمال ده ممكن يكون بيسبب لكم مشاكل أو ممكن يكون بيساعدكم على تطوير مستويكم فكرة الريكوفري التعافي من الإجهاد والتعافي من الإصابات بتفرق الحاجات دي أو بتحسوها أنتوا إزاي أمير وإنتوا في الملعب أكيد يا أحمد بنحسها طبعا بس خلي بقى لك أنت كنت طبيا والعلم أكيد سنة بعد سنة فيه تطوير طبعا أكيد فيه أجهزة بتقامل ريكوفري على طول اللعيبة بتاخد بتمشي على أكل معاين غير اللي إحنا كنا أكيد بتتكلم من عشر سنين ولا حاجة أعتقد أن الأمور فيه نقلة فيه نقلة كبيرة جدا ولكن أنت كان معنا طبعا دكتور أهب علي وكل المسؤولين كانوا موجودين معنا لأنه أنتوا برده بتسافروا كتير وتلعبوا مطشاط كتير وبتنفسوا يعني ده أنا بقول أنه لعبت الأهلي من الحاجات اللي الناس ما بتخدش بالها أنهما أكتر لعبت بتلعب عدد مباريات وأصعب مباريات في كل موسى أكيد وبعدين نحن فبالتالي ده لود بدني وزهني ونفسي على اللعب ما بيتعرضوش أي لعب فريق تاني أكيد بلس بقى عدد ساعات الطيران عدد ساعات الطيران أنت بتتكلم مثلا لو روحت روحت جنوب أفريقيا بتتكلم في 8 ساعات بتتكلم بتبقى لعب قبلها مطش قبلها بـ 24 ساعة أو بساعتين تايحنا مطش سندونز أعتقد إحنا لعبنا المأولين أو لعبنا حد وبعد كده بعديها من الاستاد للمطار تلترط 8 ساعات بعدها بيومين هتلعب قبل كده في الجيل بتاعنا كنت أنا فاكر كان عندنا مطش المحلة كانت ساعة 9 بالليل خلص 11 واطلنا من المطار روحنا اليابان 15 ساعة وبعدين عاد يعني لعب أكيد بتتعب أكيد جازل لا أنت بتكلم في أخر أسبوعين بس هم جايين من رجاء على القاهرة ومن قاهرة على أبو زبي ومن أبو زبي على القاهرة عشان يروحوا على تونس شوف يعني الناس أكيد يعني فيه ناس أكيد مش بتحس بدا لكن اللي بيحس بدا اللعيبة اللعيبة تتعب جدا اللعيبة كفاية ضغط العصب لكل لاعب أنه هو عايز يزهر بشكل كويس عايز يفيد النادي ده مجهود كبير جدا زهني وبدني بلوس أنك أنت عدد ساعات زي ما قلت المتشاط اللي هي موجودة ولكن زي ما قلنا الجهاز الطبي أكيد ليه دور الجهاز الفني ليه دور أنه يعمل روتيشن للعيبة الموجودة زي ما شوفنا مستر كولر عمل إيه عمل إيه أنت بتلعب موتش نهائي فجأت بالناس بالها فترة ما تلعبش بداية بالشريف وعبدالإدل والقندوسي هو أكيد عنده فكرة وأكيد وعي عجبت قندوسي في المباراة دي القندوسي هو العيب كويس عنده أحسن من كلاب كتير إمكانياته هيلة عايزه ياخد وقت أكبر عايزه يدخل مع وشركة يعني أه مشركة ياخد شركة أكبر وأطول ويدخل ويساعد نفسه أن يدخل مع أجواء اللعب وأجواء الفريق على أساس أنه هو لو حط رجله خلاص الموضوع منتهي أنه هو لعب كويس وعنده خبرات كبيرة جدا ولكن ما كانش أحسن حاجة في ماتش السوبر أو عنده أحسن كده بكتير ممكن يكون فقاله فترة كبيرة ما لعبش ولقى نفسه أنه هو هيلعب لكن أعتقد أن الفترة الجاية هيبقى ليه دور كبير جدا وأفشا بعيد آه لكن أفشا عبدالقادر قدى بشكل كويس دفعيا هجوميا كان يعني ممكن بلعب بشكل فرد شوية هجوميا ولكن عمل صناعة فرص مؤكدة يعني عمل واحدة القندوسي يعني بلسم هو عنده أحسن من كده بكتير يعني أحمد عبدالقادر عنده أحسن من كده بكتير بلعب بشكل إيجابي على الجول أو مع زمايوله بيبقى ليه دور كبير جدا ولكن أحيي على المستوى الدفاعي كان عمل دور كبير جدا أول مرة نشوف عبدالقادر دفاعيا بالجريمتة دي بالالتزام ده هو ده التطوير اللي اللعب نفسه والمدرب بيساعده ودي بصمة كولر يعني زي ما كده بنوشيد بيه في تطوير مستوى عدد من اللاعبين اللي ظهروا بشكل كبير جدا وغير توظيفهم في الملعب في لعبها احنا عايشنا معاهم مواسم كتير في الندي الأهلي متعودين على اتغيرت عليهم أجهزة فنية بالمناسبة ومتعودين عليهم نفس الـ بنافس الأدوار ما فيش حاجة بتتغير لكن مع كولر أنا الحقيقة أشهد للرجل أنه على المستوى سيبك من الجماعي لأنه ده في النهاية بيترجم لنتائج الرجل محاق علامة كاملة وجايب لك ثلاث بطولات لغاية دلوقتي في أول موس دي هاي لكنها بتكلم عن المستوى الفردي دي اللي ملحوظة جدا على كل الناس أنه لا الرجل ده بيشتغل مع كل اللعيب أو بيشوف وماشت كل العيب بشكل مختلف ويعرف يوظفها أو يبتكر في توظفها بشكل جديد أكيد يا محمد وده شفناه مع العيبة كتير جدا حمد فتحي وشوفنا محمد هاني شوفنا متولي ربيعة شوفنا عبد المنعم فلسيتاو مع كولر يمكن يكون في الناس بتشوفوا أفضل نسخة فلسيتاو من أول أكيد طور منه ده له سوكة كبيرة جدا عنده سوكة كبيرة فيه خلي بالك وده من بلعب بأساسي وفي الملعب ما بيطلعوش يعني لما يتعب لأنه عنده سوكة كبيرة جدا فيه ولكن أنا مش عايز أن تدور برضو كابتن سامي أمصاني أحمد وكابتن سيد عبد الحفيز أكيد لهم دور كبير جدا على المستوى الفني والإداري أنت بتتكلم في كابتن سيد الحفيز النهاردة هو رايح عشان يهيأ للعيبة والجهاز الفني والبعثة الراحة النفسية والأكل والتصبيتات من دلوقتي لأنه عندك مطش مهم جدا طبعا مطش التراجي فأنا شايف أنه كله بيعمل دوره بشكل كويس كابتن سامي أمصاني دور كبير جدا مع الجهاز أعتقد أنه هو وشوفناه كمان في التمرين واقف مع عبد المنعم واقف مع الجهاز الفني ومستر كولر فأنا شايف أنه كله بيشتغل وكله بيجتهد وده الطبيعي أنك إنت بتبقى موجود في الناد الأهلي أعتقد أنك إنت كل واحد يخلص كل واحد لازم يتعب للنهاية ودائما في الآخر الناد الأهلي هو السوبر هو رقم واحد أنك إنت بتلعب على البطولات عشان تلعب على البطولات أكيد اللعبة بتضحي أكيد اللعبة بتجتهد الناس المصابة عايزة ترجع الناس اللي ما فيش فوصة أنها تلعب بتحارب في نهاية تلعب فأنا شايف أنه في حالة كويسة وشايف أن الناد الأهلي خلاص نسي الموضوع كاس السوبر ويبدأ يدخل دلوقتي في تركيز ماتش الترجي لأن ماتش الترجي أعتقد أن هو مفتاح كبير جدا لأنك إنت تأخذ البطولة يعني أنا شايف أن هي نفس ظروف شوية مع الفارق كنا أعتقد 2002 أو 2001 حقا كده مع عام سامورة الجزيم كان ساعة كابتن صالح سليم اجتمع بينا وكان عندنا ماتش سيمي فاينال كان الترجي اتعدالنا هنا 00 وكناش موفقين في اللقاء 2001 2001 احنا كسبنا هناك في ردس تعادلنا واحد واحد جول سيد عبد الحفيز بالنص الملعب بالضبط فأنا أريد أن أقول لك على حاجة كمان في الماتش ده احنا كابتن صالح سليم قال لنا الماتش ده اللي هيوديك هو يجيب لك البطولة فإحنا نازم نكسب الماتش ده ده الكلام ده بعد الماتش بتاع هنا أو بعد الماتش هنا بعد اللي هنا بعد اللي هنا 00 يكون ناش الكرة في شعص يدخل الجول لو في كرة شهيرة شيتوس بيشوت علاء إبراهيم بيشوت مش عارف يعني فاروق بيشوت يعني في ناس كتير جدا عمالنا تشوت وقال لجول عمالي طلع وكان موفق في اللقاء قالوا خلاص احنا رحناك نكسب وفعلا رحنا أول خمس دقيق جابوا فينا جول أول خمس دقيق وبعدين صدنا قيام ليل كتير قوي فبقولوا انت صدت كتير قوي ده انت ممكن بكر ربنا يكرمك قال لا لا أكيد بس أنا عبقى بره السكور قلت له لأ انت هتلعب حاسس بيك انك انت ممكن تشارك لأن مستر بانو الجزين ما تفهملوش حاجة يعني ممكن يروح جاي حطك وحطح متفتح بعد الإصابة ماتش لأوبن الكاميروني ملعبش ماتش ودي ولا يا حاجة وحطوا برضو في التشكيل ولعبوا يعني الاثنين دول كانوا بعادة عن السكورشيت ورغم كده تحطوا في المباراة دي وكانوا ويزاد طبعا كانوا سايد كانوا يوم دور سايد طبعا أكيد وكورة يعني ما كانش حد مستنيها حاجر الجول ده يعني زي كانوا مبارا طبعا نص الملعب وتحطت هو نزل هو قال لي قلت له كابتل انت هتنزل تجيب جول وتكسبنا بس ما عرفوا ان هو التعادل بقى انت بسايد بقى ليك دوره هتجيب جول قال لي صعب قوي وبتاع مهم ما خدنا المحاضرة فألاق نفسه في السكور قال لي انت شكل كلمك ايه هيحصل اعتقد اخر ربعا ساعة ولا حاجة نزل نزله لو طبعا لونج باس من واق الجمعة او شادي مش فاكر تردت مع علاء ابراهيم حاجة كده رح هو حاطت الكورة لا تنسى انا عايز اقول لك ان احنا ما صدقناش كانت فرحة يسترية زي جول الصفاقس بالزبط واحمد فتحي كان معادة ماتش لقوتن الكاميروني كان راجع من وطر اكيلس كان عصابة كبيرة جدا ما لابش ماتش ودي مسترمانو الجزاء حطه في السكور ولعابه اخر موص ساعة تلت ساعة في اللقاء فماتش الترجي بس احنا احنا عموما مع الترجي يعني الترجي دايما بالنسبة لنا انا بتهيألي يعني فريق طبعا من الفرق لازم تعملها حسابه ده واحد من حاجات اللي عايز اتكلمك فيها في مقدمات المباراة في حاجات ممكن تباني انها في مصلحتنا بس هي بصراحة مقلقاني او مش مرايحاني فكرة انه على خلفية ماتش شبيبة القبال والاحداث اللي حصلت فكرة انه الناس تقول لك والله مباراة تونس تسهلت علينا الترجي يلعب من غير جمهور الناس تقول لك لا ده الترجي بيعاني من غيابات كتيرة جدا وكلها لعيبة أساسية معز بن شريفية حرس المرمى حمد الهوني الجناح الشمال بتاعهم غيلان الشعلاني كلها اسماء تقيلة الحقيقة في فرق الترجي انا خايف من ده خايف فكرة انه انه هنلعب من غير جمهور وفيه لعيبة ممكن تبقى غايبة مش موجودة فبالتالي لا جماعة ده المباراة سهلة واحنا رحين نخلص على الترجي في تونس قبل مرات القهر بص أحمد كلام انت قلت ده كلام مظبوط جدا ولكن زي ما قلت لك الهدف بتاع لعيبة النادي الأهلي مش فارق معاه فيه جمهور مش فارق معاه مين اللي هيلعب أو مين اللي هيغيب اللعيبة رايح الهدف معين انا رايح النهاردة اخد سلاس نقاط زي ما بيقولوا واننا عندي مطش ثاني في القهرة فاللعيبة بتاعت النادي الأهلي متعودة انها بقى فيه ضغط جمهور حتى لو الترجي لعب بالستاد متأفل كجمهوري يعني وكده اللعيبة بتاعت النادي الأهلي اكيد الهدف الأكبر اللي هو انا مش فارق معايا جمهور اعتقد الاحداث اللي حصلت ممكن تأثر على الترجي دايما الترجي او فرق شمال افريقيا احمد دايما قبل اي مباراة لازم تلاقيها بتطلع تصريح معين اللي هو بيغيب لعيب لعيب الفلاني حصل معناه مع الصفاكسي كان فيه لعيب مش فاكر كان اسمه كان لعيب مهم جدا في الصفاكسي قالوا انه مش هيلعب وتعبان مش هعرف ليه نهب في الستور النافطي النفطي النفطي وكان من أهم لعبا في اللفقة عبد الكريم ني datempt لعيب تيم جدا بالظ触 صرحوا انه هو تعبان ومش هيلعب ودرجة حرارته ويموت في البيت وانه إيه لأناب يعلعب في الستور هم دايما فرق شمال أفراقيا بتتعامل على العامل النفسي لكن إحنا لأحنا لعيبة خبرات لعيبة دولية لعيبة بتمثل نادي كبير في أفراقيا أكيد نادي الترجي عمل ألف حساب للناد الأهلي وكذلك الناد الأهلي أكيد بيحترم فريق الترجي ولكن الأهداف والطموح هو أكبر عند فريق لعبة الناد الأهلي وشايف أن إحنا الحمد لله أي أن كان من الغيابات أي أن كان من اللي يلعب وإحنا لعبناهم بين شرفية كان بيلعب والهوني وكل الناس كاب بتلعب احنا في الدور في النسخة نسخة البطولة العشر النسخة اللي توج فيها الاهلي باللقب على حساب كايزر شيفز لعبنا الترجي ومع تحتقائيات مستر بيتسو موسيماني وكسبناه ذهاب وعود دي النسخة القابلة الأخيرة على طول هل تعتقد يعني بيكلم على جيلين وجهوا بعض في نسخة مش بعيدة نفس التيم بتاعنا اه فيه طبعا بعض الاختلافات وهم كمان يمكن عندهم بعض الاختلافات لكن القوام الرئيسي اللي فرقتين هو هو هل تعتقد انه ده يأثر او ممكن يتاخد قياس على الموتشين بتاع 12 و19 لا لا طبعا خليبا كالترجي برضو عنده خبرات ولكن زي ما قلت لعبة النادي الأهلي والجهاز الفاني للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي العظيم اللي هو بيوجده موجود مع الفريق سواء اللي هي السايفة الاول اللي موجودين في تونس انا شايف ان اللعيبة زي ما قلت لك يا أحمد هم بيطلعوا من بطولة لبطولة النهاردة كان تركيز في كاس سوبر خلاص انتهى اللقاء والفرحة وكل حاجة الموضوع انتهى رجعين في طيارة بيركزوا في مطش الترجي النهاردة لعبة كلها بتقدي بشكل كويس في التمرين وروح عالية والناس المصابر رجعت وشوفنا عمر السلية أكيد رجوعه أكيد برضو هيبقى إضافة للفريق وخبراته انا شايف ان الفريق الترجي بمشاكل اللي عنده احداث اللي حصلت في مطش الجزائر الجمهور طبعا اعتقد بيفرق جدا هو الجمهور يفرق جدا يا أحمد مع فريق الترجي لكن احنا بالنسبة لنا لو انت الاستاذ متقفل هو مش يفرق معنا احنا اللعبة رايح الهدف معين وأكيد اللعبة عندها خبرات ومرت بالزروه دي قبل كده شايف ان كل حاجة اللعبة النادي الآيلي راح على الهدف ساس نقاط مهمين جدا لان افريقيا تاني وتلعب كاس عالم قندية تاني وهو ده اللعبة بتفكر فيه وده هو ده النادي الأهلي عشان كده النادي الأهلي كبير ودايما بيلعب على البطولات الطريقة الأفضل والأنسب لو بصنا الآخر ثلاث مطشات رجاء زهاب رجاء اياب ثم موارات بيراميدز هتلاقي انه الأهلي لعب ثلاث طرق مختلفة وثلاث تشكيلات مختلفة ايه الاعرب من وجهة نظرك في مواجهة الترجي خلينا اسمع ردك بس بعد ما نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامك دخلنا في ديبيت كده في الفاصل يعني ما كانش وقته ولا توقيته كنت هاخده في آخر الحلقة بس يعني ما يعديش بقى يعني كنت بسأل أميرة على تشمبيونز ديك بس أوروبا بقى مش أفريقيا بما أنهم عندهم زي هنا كده زي حالتنا الدور النص النهائي بكرة الستي ولا الريال قال لي الريال طبعا تنوز زي فيه فرق كبير جدا في المستوى تخد بالك السيزن ده حتى السيزن اللي فايت بورده هم تقابلوا والستي كان مخلص كل حاجة بس يعني رودريجو جي غفلنا كده في آخر دقيقتين وخد البطاقة للريال متوقع أنه الريال يصعد على حساب السيتي السنة السيتي قوي جدا وعنده لعيبة جمدة جدا وعنده مدرب غير طبيعي وهلند كمان بنسبة كبيرة جدا فارق مع السيتي والستي فارق معاه يعني السيتي هلندك طبعا بيوصل له طبعا كرات كتيرة جدا لكن هو في ناس ما بتاخدش فارقة من الحتة دي يعني فاكرة أنه هلند لو راح أي نادي كان هيعمل نفس اللي بيعمله مع السيتي لكن كرة السيتي السيتي بتوصل لأي حد بتساعد زي الأهلي كده ما بيقوله دايما عليه على أنه مهاجم الأهلي حظه حاله صحيح رأس حربة الأهلي ده فرقة ملعار التجيل كلها بتوصله بالضبط عندك التلاتة اللي تحت اللي موجودين في السيتي واللي موجودين في النادي الأهلي أي حد لما بتلعب بأربعة ثلاثة ثلاثة الاثنين اللي تحت الفيرود أو التلاتة اللي تحت الفيرود أعتقد أن هم برضو بيقاليوا دور كبير جدا واحد بس كرأس حربة واحد بس طبعا بيعمل موجود كبير جدا ولكن الشغل كله بيجي من تحت أنت تحرك أكيد هتلاقي التلاتة اللي تحت اللي هم اللي بيلعبوا تحت الفيرود بيوصلوا بشكل كبير جدا فهو فارق جدا فأنا شايف أن هم عندهم حلول كبيرة جدا ولكن الريال زي ما قلت الريال عمز النادي الأهلي كان بالنسبة لي بيعرف ياخد بطولة شخصية شخصية بتلاقي اللعبة في المتشاط اللي هي الحاسمة أه ليه روش تاني روش تاني جدا شخصية النادي شخصية اللعيب بتبان فقط في الوقت ذي ده التيشرت زي ما بيقوله بتلعب أكيد والسعار ليه روح بتأثر على اللعيب بالظبط وفيه حاجة كمان يا احمد في الكورة الحاجات دي هتسمح لي أقولك فالذا كنت بفتكرها يعني أنا صغير كنت بفتكرها شعارات يعني ايه روح الفندة الحمرة يعني ايه بلاس 90 يعني ايه يعني ماشي يه ماشي لكن لما عشتها في مواقف كتير وشفت حاجات أشبه بالمعجزات بتاحسل قدامي وشفتها مره و اثنين و تاعة و اربعة و اعشر و امية وشفتها في أجيال كتير جدا مختلفة لا سدقت وأيقانت أنه لا الفانيلا الحامرة دي ليها اللعيب اللي لبسها يعني في حتة تانية دي حقيقة وشوفها في الناشئين كمان هتلاقي الولد لحد آخر لحظة بيلعب يمكن أنا عشان طبعا أنا مسؤول في نادي البنك الأهلي مشرف على القطاع في حراسة المرمى بروح أشوف المتشورة ومازلت ومازلت أما لقي قصة العرض اللي جالك من نادي المصري قصة العرض بتاع نادي المصري يمكن انبارح انت تلقيت عرضي بالفعل للتدريب حراسة المرمى بالفعل تلقيت ودكتور ميمي عبد الرازق كلمني وفيه أعضاء مجلس إدارة في نادي المصري كلموني طبعا بشكرهم على الساقة دي ولكن زي ما قلتلك أحمد أنا اعتذرت طبعا أكيد للظروف اللي حاصلت والناس عارفة أنا واحد جوان نادي الأهلي واحد ربيت جوان نادي الأهلي وشفت الأحداث دي بعيني كانت في الأستاد وكان مواقف صعب جدا من نسبالي يمكن أنا كمان بعد الأحداث دي ما رحش بورسعيد خالص أكتر من 14 سنة غير أعتقد كنت مسك فريق السكة رحنا لعبنا ماتش بورفؤاد من بره بره من بره كان عندنا ماتش للناشئين في البنك الأهلي في المصر يمكن من 14 من الأحداث دي أنا ما رحش غير مرة مرتين وكان ظروف معينة أنا سبت نبسي هناك أصلا بعد الأحداث فطبيعي أن أنا وضع طبيعي أنا طبعا عندي يقين تماما الناس اللي عاشت ولو لقطة ومشهد صغير جدا بيبقى فيه حجز نفسي كبير جدا لكن في النهاية يقينا يقينا طبعا أنه دول مش أهل بورسعيد ودول مش بورسعيد وأنه طول عمرهم الحقيقة منطقة القناة كلها نتفق ونختلف كرة لكن طول عمرهم مثل الرجولة ومثل البطولة وبالتأكيد طبعا أفعال يعني قلة من مجتمع كبير مش ممكن أبدا تأثر عليه بشكل أشكال واحترم جدا قرارك أمين أكيد يا أحمد زي ما أنت قلت يعني أنا ممكن زي ما بيقولوا كانت عيش ومالح مع الناس دي وكان مرت بفترة كويسة جدا مع نادي المصري وجمهور نادي المصري ولكن بعد الأحداث دي أنا كان صعب جدا من نسبالي وفعلا ما روحتش وسبت لبسي هناك فطبيعي أن أنا وده جمهور النادي الأهلي وفي ناس من بره جمهور النادي الأهلي لكن المنظر والمشهد كان قدام عيني طيب أنا فهم طبعا فحضرت كل القصة دي حاجة بتفضل عمر كله ودخلت القوضة شفت اللعيبة وجمهور النادي الأهلي ده بالنسبالي صعب جدا فأنا بالنسبالي كان طبيعي قرار سهل صارم أن أنا طبعا أعتزل أن أنا أكون موجود في النادي المصري بس والناس تقبلت ده وخلاص أنه لك التوفيق في أي مكان أنت تختار وأمين تتساءل كل خير الحقيقة أرجع لدوري أبطر مرة تانية يعني إن شاء الله إن شاء الله قبل أن أتكلم عن الماتشو السيناريو شكلك مش ريالي أحمد إيه ده؟ تريالي أم برسا أسبانيا برشلون على طول أسبانيا برشلون ألمانيا باير إيطاليا ميلان إنجلترا السيتي وقبل دول كلهم الأهلي طبعا لا يعني ممكن أقول لك حاجة ممكن في سيزن من المواسم فيه موسم كنت مشجع الأرسنال فيه ناس كتيرين بتشجع أرسنال ومنشستر آه منشستر يونايتد يعني لغاية ما مشي أليكس فيكسن كنت بقى أحب جدا مع اليونيتد لأنه أنا في النهاية بره بتفرج على كورة عايزة ببسط وتمتع بيها يعني فدول الفرق اللي بتقدم كورة ممتعة بالنسبة صحيح غير كده طبعا يعني السبات الوحيد هو هنا في مصر بس هزا ما قلت لك هو الريال بنسبة كبيرة احترم في الريال شخصيته طبعا لكن كورته ما تعجبنيش يعني 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 عمري الريال باستثناء مثلا في الفترة اللي كنت غيران شوية رغم ان احنا كنا تقل برضو عليهم جدا في التوقيت ده الفترة اللي كان فيها زيدان ورونالدو وفيجو وروبيرتو كارلوس وراول جونزالس وسيرجو راموس وفرناندو ييرو اللي هو النادي لأهلك سيب الجيل من الأهلك سيب ومعطر ساندي بلو هدف ساندي الزبط دي الفترة اللي كان الريال بيقدم فيها كورة حالة ما عادت زيلك ما بحسش انه فريق ممتع فريق بطل فريق عنده شخصية عنده امكانيات لكن مش ممتع تتوقع مين يوصل للنهاية طب في الترفين بص احمد قبل ما اقول التوقع المين هي يا سعد فيه اوقات كتير جدا الفرق اللي عندها شخصية في اوقات معينة بيبقى ثلاث نقاط مهمين مش مطلوب الأداء تمام فالريال عامل ده يعني الريال اكيد مع زيدان كان يلعبوا كورة دلوقتي بيبقى نزيل المطش ممكن اداء مش حالة لكن هما هدفهم البطولة ففيما يعني ودايما دايما وانت في الجيم فيه ساعات بيبقى دي اوف بتاعك يعني ممكن تلاقي منشستة مش شايف مطش الريال مدريد وتلاقي ريال مدريد واقف صحة واللعبة بتجري والروح بتاعت وتلاقي ريال مدريد وتلاقي لعبة بتتحرك مع هدف اتنين معين الستي صعب يخش فيه جبال بس انا انا يمكن يعني انا من النوع اللي ما بيتفرجش على المطش عشان يهمي نتيجة الفوز في الاخر يعني الاهلي ما بيفوز والاهلي معاودني طول عمر يفوز لكن ممكن فيه مطشات كتيرة جدا ما بقاش بني وبالنفس بقاش راضي على مستوى الاهلي يعني الاهلي ما شبعنيش كورة وانا متعاود ان الاهلي يشبعني كورة ال90 دي اللي انا راح اتفرج عليها دي النتيجة النهية بتاعتها فوز و3 نقط او بطولة دي قصة وانتهينا لكن انا عايشوف باستنى التسعين دي بتاع الاهلي عشان اخد جرعة كورة تكفيني لغاية لما استنى المطش اللي بعده ويمكن فيه جزء من الجمهور يعني قاعدة كبيرة تشاركني في ده ممكن نبقى بنكسب بطولات والقاب لكن ممكن ما بقاش راضي عن كورة الاهلي وحس ان كورة الاهلي بتتقدم مش هي دي الكورة اللي عودنا عليها اسم النادي الاهلي بص يا احمد زي ما انت قلت كلامك مضبوط النادي الاهلي دايما بيعمل ايه في اول اللعب اي تيم اي ان كان هو مين بيدخل اول ربع ساعة تلت ساعة هو هدفه نجيب جول النادي الاهلي لو جاب جول في الاول خلاص بتلاقي المتعة بتلاقي ده بيتحرك ده بيلعب اما متصل متكهرب متكهرب بقى ولعبة وقفة دفاع وتلاقي اللعبة اللي وقفة دفاع مش عالف تختارق سواء الناس اللي بتدخل بين الخطوط زي افشا وعبدالقادر ناس اللي حريفة وحسين والناس دي بتلاقي ديني مقفولة في فرق فعلا تقولك النادي الاهلي رس الناس وراء ونخد نقطة حيش بقى تسعين دي اه لكن انا بقول النادي الاهلي طالما في اول ربع ساعة تلت ساعة جاب الجول الاول وخلاص خد مش اقول ثقة لان النادي الاهلي دائما بتلع بثقة هو ببس خد الارتياحية في نانا الجين بتاعي لان النادي الاهلي دائما زي ما قلتلك في البطولة هدف البطولة في الماتش هدف وثلاث نقاط فبالتالي لعبة النادي الاهلي مع انا كنت اول جول او تاني بتلاقي لعبة بتنتشر تلاقي لعبة بتظهر ان هما يستلموا الكرة تلاقي كله بيزر لبعض وتلاقي مع الجمهور طبعا الجمهور سداني احمد اللي دور غير طبيعي انا ماتش النهائي الكاس كنت فلسطاد وماتش الرجاء كنت فلسطاد نهائي الكاس السانية اللي هو بتاع بيرامد روحت عادت وفترت فلسطاد كان ساعتها في رمضان روحت قابلها بساعة وفترت فلسطاد كان معايا ادم ابني وتفرجنا واستمتعنا كنت بشجع يعني من قلبي وادم شايف ان انا يعني ابوه كان من فترة كان الناس بتشجعوا دلوقات هو قاعد بيشجع اللعيبة ومع الجمهور فدي حاجة كويسة بالنسبة لأدم ابني وبالنسبة لي ماتش لا لعيب لعيب فكنا مبسوطين جدا وعادنا مع الجمهور واستمتعنا الجمهور لي يعني صوته في الاستاذ غير طبيعي تشجيعه غير طبيعي بيحرك اللعيبة بيحرك اللعيبة واللعيبة كمان لعيبة النادي الاهلي تعودت خلاص ان هي تلعب مع جمهور النادي الاهلي بيفرق بشكل قبيل جدا الناس يعني وهما في الاستاذ عمين يشجعوا والتسعين دي عمين يشجعوا فانا شايف ان الجمهور بيفرق جدا مع اللعيبة بيخلينهم يؤدوا بشكل كويس وروح عالية وزي ما قلت لك يا احمد النادي الاهلي طالما جيته جول بتلاقي اللعب الكويس جدا خلينا حتك لسيناريو الماتش بما انا بتفكر كده الماتشات اللي مقفولة الاهلي بيعمل فيها ايه احنا اتكلمنا يمكن قبل الفصل انه الاهلي لعب التلات ماتشات مستيركولر ما ظهرش بشكل واضح في التلات كل ماتش كان ليه ظروفه كل ماتش كان ليه تشكيله كل ماتش بيكلم في 3 ا4 العيبة احمد في التشكيله معاك 3 ا4 العيبة 6 ا4 العيبة في الدور ده من دور الأبطال كتير على ماتش زي ماتش الترجي بره فبالتالي هل تتوقع انه يبدأ مثلا بتشكيله البيرامدز ولا يرجع للتشكيل اللي اللعب بيها قدام الرجاء هل تتوقع انه يلعب بطريقة دفاعية زي ما لعب مع الرجاء في ملعبه ولا تتوقع انه يبقى طمعان اكتر بما انه المباراة تعتبر يعني بدون جمهور فبالتالي فرص الاهلي في انه يحقق نتيجة ايجابية انه ممكن لي لا ما فكرش اخطف زي ما عملت مع التحدي المنستيري في بداية المشوار العب على جيم مفتوح وحاول اكسب تتوقع ميستر كولر بيفكر في المباراة ازاي وتتوقع الترجي هيبدأ مع الاهلي ازاي خالينا في الاهلي الاهلي طبعا ميستر كولر اعتقد انه هو مش هينزل بشكل هجومي من بداية اللقاء هو ممكن ينعب 4-3-3 يقام من نصف ملعب شوية ويشوف الدنيا ولان هو عنده كمان رؤية كويسة جدا بيفكر رؤية المنستير مالو الجزائي في التغيير اللعيبة من جوه الملعب حسب رؤية الماتش حسب نتيجة اللقاء حسب هو عاوزة من اللقاء بيبتدي يشتغل ويحرك الناس جوه مع التغييرات اعتقد ان التشكيل ممكن مايلعبش بنفس التشكيل اللي بدأ بماتش السوبر يعني اعتقد الكندوزي ممكن يقعد ثم تحطرنا التشكيل 4-3-3 طريقة اللي هيواجه بيها ميستر كولر اعتقد ان ممكن يلعب الشناوي طبعا اللي هو بحيي طبعا قدم مستوى هايل وكان عنصر مهم جدا في ان الناد الاهلي ياخد البطولة وعنصر مهم جدا في البطولات اللي الناد الاهلي يشارك فيها وخادها كان الشناوي ليه دور كبير جدا مع طبعا اللعيبة والجمهور اللي كان موجود هيلعب محمد هايل الجمهور بيقول الشناوي استعاد جزء كبير جدا من مستوى في المطشط الأخير والله يا احمد بص انا شايف انه نجية نظري ان ده مستوى الشناوي الحقيقي يعني مستوى الشناوي هو ده ايوه بس احنا يعني خلينا اتفق انه اكيد 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 في دروبات حصلت اكيد منها تنشنة يعني خلي بقى لك انا قلت لك في البداية ايه لعيبة الناد الاهلي هم يكونوا تنشنين مش يقده بشكل كويس البناية ده من الطبيعي لو هو متنشن في بيته ولا متنشن في حاجة هتلاقيه مود ووحش ده لعيب كورة فلازم يبقى متهيئ نفسيا كويس تمام المطشط اللي كان الشناوي فيها كان مستوى مهزوز او مكانش موفق هتلاقيه مشدود في اللقاء يتخنق معحد يتشد في حتة هتلاقيه مشدود ده مش شخصيته ولا طريقته فبالتالي بقى مستوى مش كويس ممكن في بعض الأوقات خلي بالك الرجل ده يلعب باله أربع خمس سنين فطبيعي ان كنت متواصل اه متواصل مع المنتخب ومع النادي الأهلي بجميع البطولات يلعب كاس عالم ويلعب كاس أفريقيا وبعدين راح مع أولمبيات مع كابتن شو غريب مظبوط وبعدين يرجع تاني يلعب بطولة مش عارف ايه ويرجع تاني يعني طبيعي وطأة البشر طبعا وخلي بالنا الشنوي بالنسبة لحالس مرمى وصلنه كويس ولكن دلوقتي مزاي من أربع سنين كبدنيا وك لكن أنا شايف ان هو دلوقتي الحمد لله هو ماشي كويس تركيز مع مدارب كويس مع كل الحراس الموجودين عالي ومصطفى وحمزة وكل الناس ومخلوف كل الناس الموجودة أكيد بيورد في تنافس بينهم ولكن أنا شايف ان هو وضع طبيعي ان انت في خلال أربع خمس سنين لما تغلط عشر عشر مطشات مثلا خمستاشر مطش في الخمس سنين مقبول ده طبيعي فأنا شايف ان هو بيقدر بشكل كويس وكان ممتاز واتمنى ان هو يستمر عشان ده يفرق جدا مع الندل إن شاء الله هلعبهين كما كان فارق على فكرة كمان في مواجهة الرجاعة تحديدا كمان الحقيقة طبعا تبتع تقاهرة هنا مرابع عليك يا حمد انفراضين في أول اللقاء يعني فاول وانفراض فرق جدا طبعا ويلعب هاني هي لعب عبد المنعم أعتقد ياسر إبراهيم لأنه ما عرفش حالة متولي هل هي الحق الدنيا فيها إيه ولو متولي جاهز وتمان ونزل التمرين أعتقد ليه دور وعلي معلول وهيلعب بمروان في الأكتر حيلة دائما الناس بتحتار في خط النص بس سبحان الله مروان دلوقتي الناس بتعايزة تشوفوه بمستواه أنا شايف أن مروان كمان من اللعيبة اللي فيها قبول للناس يعني كوش كشخصية الناس حباه وحبته أكتر بمستواه ممكن تحبه من غير مستواه برضو ممكن تحبه ممكن تحبه ممكن لسه بقول لك إيه هو فيه لعيب كده ممكن يتحب فيه لعيب حتى لو وحش كريزماتك يعني أعو زائد المستواه طبعا هو حط بصمة رغم أنه لما يجيه ما كانش لعب بشكل أساسي واضح كمان نوثق فيه طبعا عندك حمد فاتحي أعتقد ممكن يلعب هنا بقى يلعب بالديانج تالت معاهم ممكن يلعب بأفشة لأنه خلي بالك ومستمر كلهم مش راح يدفع برضه خلي بالك وأعتقد حسين الشحات هيبقى لي دور كبير جدا وبرستا وكهرباء أكيد هيلعب تشكيلة الأهل ده التشكيل اللي هو ممكن يلعب لكن هو مش هيبدأ بنفس التشكيل اللي لعب به ماتش السوق لأن الترجي أكيد هيتفرج على ماتش السوبر على أساس أنه آخر ماتش يشتغل عليه ولكن زي ما قلت لك أي حد هيلعب أنت خلص اللعبة كلها هدفها البطولة وماتش مهم أنك تتصعد للفاينال وإن شاء الله الترجي زي ما أنت قلت بوش حلو علينا ونخلص من تونس بإذن الله شايف الترجي بيفكر إزاي في موجة الأهلي يعني الترجي طبعا عارف في قيمة الناد الأهلي واللعب الناد الأهلي كتير صرحكت على الترجي مستمداب دوري الأبطال شفت له ماتشاط قليلة جدا قليلة عنده لعبة كويسة عنده لعبة مميزة هو الترجي اللي كان ولا حسس أنه لا النسخة دي مش الترجي كان في لعبة أكتر من كده خلي بالك حتى لو بن شرفية اللي هو الحارس المرمى اللي بالعب يعني حارس ممتاز يعني كويس وحارس منتخب تونس ولكن يعني دايماً الترجي عنده لعبة كويسة جدا لكن حتة الحرس المرمى أعتقد أنها مميز مية في المية يعني من أيام شوكري الوعر جان جاك تيزي اللي هو بتاع كوديفور اللي كان بيلعب بالأفريقي بن شرفية مسك فترة شوية حصلت لقصابات ولكن يعني أعتقد أنه نقطة ضعف عندهم دايماً حرس المرمى دايماً بتبقى حرس المرمى نقطة ضعف شوية هم خلاص عرفوا أن لعبة الناد الأهلي لعبة مميزة ولعبة بتلب على البطولة فأعتقد عاملين لهم أي ألف حساب أعتقد أنه هو برضو هيأمن نفسه وهيلعب برضو في أول ربع ساعة تلسى يخلص الجيم لكن مع الناد الأهلي أعتقد أنه هيبقى تبقى الأمور صعبة نازل بالناد الأهلي يلعب بخطة متوازنة برضو لازم يأمن وفي نفس الوقت ما يدفعش لأن طبعاً هدفك يكون يتخلص هناك ولا تستنى هنا ده أخلص على طول هناك تخلص هناك أوه اللعبة الناد الأهلي راح تكسب على فكرة مش رح تتعادل وعلى فكرة ماتش الرجاء هنا انت كسبت هنا 2-0 اللعبة الناد الأهلي كسب هنا 2-0 وراح هناك تكسب على فكرة مش رح تتعادل لكن هو طبعاً تخلصت اللقاء في جنوب الرجاء في مصر وهناك انت راح على المكسب برضو بحيث أن كنت هتتخلص الماتشو وتشوف الدور البعدي وتقابل ترجي أو أي كام من هتلعبه فاللعيبة أنا شايف اللعيبة أو مثلاً كولر هو راح هناك أعتقد أنه مش راح يدافع بس لكن هلعب خطة متوازنة زمن تلك لازم يقامل بنص الملعب بتلاتة ممكن التلاتة فلات وممكن يلعب بحمد فاتح حرية ممكن يشيل ديانج ويحط أفشة يبقى دور أو كندوسي بس أعتقد ممكن أفشة يبقى أعرب لو قدر لنا إن شاء الله أن نحن نوصل مبارنة أيامين تفضل تواجه في النهاية سانداونز أو الولايات بص هو أنا أنا بالنسبة لي يعني خلي بالك أنا من سانداونز سانداونز فرقة كويسة وعنده حلول كتير وعنده سرعات ولكن خلي بالك حالة النادي الأهلي من تقسها بحالة عبت النادي الأهلي لو حالته كويسة مش فرم معا أي تنفي في العالم أنت تتمنى تقبل مين لو قلت لك أتمنى قبل مين عشان ناخد حقي كنادي أهلي سانداونز في نفس الوقت أنا مش فرم معا أبل مين يعني بس سانداونز مين الأعرب سيبك من مين هيابل الأهلي مين الأعرب من الفرقتين ومين أتقل من الفرقتين أنه هو يوصل مباراة النهائية على الورق وعلى يحصل للأتقل طبعا سانداونز ولكن الكرة فهم وتغيرها بتضمنش ممكن الوداد يعملها ويابل النادي أهلي في النهاية إن شاء الله لكل مقام المقال نوصل المباراة النهائية وبعد ننسوف الأهلي يابل مين نوارة الدنيا أمير حبيب شكرا على وجودك معنا مبروك مرة تانية على الاثنين سوبر اللي حقق أنا هم اللي أسبوع طبعا مبروك مبروك لك ومبروك لكل الأهلوية ومبروك ليا كواحد كنت يعني مسلت نادل أهلي قبل كده وخدت مطلوبات الحمد لله وعارف يعني إيه قيمة المطلوبات حتى السوبر أنا كان نفسي يبقى موجود أتصور معاه حتى هنصورك معا طبعا طبعا مبروك للهندبول مبروك للطيرة مبروك لكل الكورت القدم كل اللعبة أي حد ينتمه لنادي أهلي ألف ألف مبروك مع المتابعة على كل خير نتقابل وبإذن الله إن شاء الله يكون لنا تقطيع خاصة ومميزة جدا بعد المباراة الأهلي وترجج كل التوفيق لأبطالنا كل ثقة الحقيقة أننا نقدر نعمل نتيجة أكتر من إيجابية في تونس وليه لا إحنا الأهلي كبار أفريقيا غول أفريقيا سادة القار أشكركم مع المتابعة ونتقابل في حلقة جديدة من السادس